طيب خبر النهاردة يعني حزين النهاردة تعرض حسين الشحات لإصابة بقضع في غدروف الركبة حسين الشحات أجرى الأشعة في الساعات اللي فات واسبت إصابته بقضع في غدروف الركبة والمفروض أنه دلوقتي هيتم ترتيب للعملية الجراحية اللي هيعملها غالباً كده موسم حسين الشحات مع النادي الأهلي انتهى انتهى موسم حسين الشحات مع النادي الأهلي الإصابة دي أو يعني الشفاء من الإصابة دي على الأهل على الأهل شهرين فالأمور هتبقى صعبة جداً خلاص الموسم يخلص صباحة 38 عادي حسين الشحات للأهلي قبل نهاية الموسم تقريباً شبه مستحيل طيب محمد الشناوي الحارس الكبير الحارس الرائع كان يتلقى العديد من العروض المغرية جداً الفترة اللي فات وهو دائماً يتمسك بيه النادي الأهلي عشان كده لجنة التخطيط أوسط بتعديل جديد في عقد محمد الشناوي بنهاية الموسم الحالي محمد الشناوي عقده مع النادي الأهلي هيتم تعديله أكيد هيقدر مالياً خاصة مع رفضه كافة العروض المغرية وحقيقي محمد الشناوي كانت بتجيله عروض خالجية مغرية جداً وكان يتمسك دائماً بالنادي الأهلي حارس كبير حارس محترم حارس يستحق كل التقدير الكبير دائماً وأبداً حارس أمين للأهلي حارس أمين لمنتخب مصر نادي الأهلي أتكلم مع سوارش عن اللعبين اللي هيحتاجهم الفترة اللي جاية واللعبين اللي ممكن يستغنى عنهم وهو طلب مهلة 30 يوم عشان يشوف كل اللعبين قال لهم أنا محتاج 30 يوم بس الدنيا 30 يوم وهعرف كل حاجة هعرف اللعيب اللي هحتاجه السنة الجاية وهعرف اللعيب اللي مش هبقى محتاجه ودي مهلة يعني مش كبيرة طبعاً بس خلاص هو كده أنت محتاج تحسم أمرك تحسم أمرك عشان تلحق بسرعة تشوف صفقاتك الجديدة وتشوف كمان اللعبين اللي هيمشوا من الفريق